السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم تتسارع الخطى والارادة السورية للحل السياسي وتتكدس جهدا ورصيدا وطنيا وثوابط وطنية امن بها السوريون ودافعوا بها وعنها وهي قابلة للصرف في قواعد اللغة السورية لترفع فعل الوطن وتضم شمل ابنائه وارضه وجولانه وتنصب راية السيادة والاستقلال عالية خفاقة وغير قابلة للتصرف من سماسرة اللغة وتجار السياسة والنخاسة تتسارع الارادات بين ارادة وحرارة سورية للحوار والفكر والعقل وعزم وعزيمة وفعل لجيش عربي سوري يدك اوكار الارهاب ويصيب فلوله بالصرع والشلل هذا الجيش الان قال فعل وبين ارادة سمعناها قولا وتحتاج الى اختبار دي ان اي سياسي في مختبرات الصدق والمبادئ لاننا ما نزال نرى غير ما نسمع نعم لغة وصحة السوريين وصحوتهم لا تقبل احرف علة ولا افعالا مشبهة بالفعل ترفع الارهاب وتدعمه وتنصب راية القاعدة وجبهة النصرة الارهابية نعم مخابر الاختبار مفتوحة ونثق بنتائجها وحرفية وثبات ومبدئية الخبير الروسي الذي حفظ ويحفظ وعده ويصدق عهده ويلجم جنون القوة وهستريا وانفلونز الكذب ويحفظ امانة وامن العالم وسلمه حم التصريحات لا تهمنا فنحن قوم خيارنا واضح وبرنامجنا شفاف وناصع ومعادلاتنا لا تقبل عناصر وجينات غربية وغريبة وجيشنا العربي السوري اقسم اللا مقر ولا مفر للارهاب وهي انجازاته في كل مكان تقول انه جيش اذا اقسم اخلص واذا وعد اوفى واذا عالج اشفى واذا قال فعل